بعض الناس بتعتبر ان الرؤية الزواجية طرف يعملها الناس اللي عندهم وقت ودارسين احنا مش فاضيين احنا مش محتاجين لده احنا محتاجين ان احنا نعيش الحياة بسرعة وبعض الناس بيظنوا انها بتعمل لنا قيود هنحط رؤية فبدل ما نستمتع نفضل ندقق ونعمل معايير لا وإيه اللي حاصل ويفتكر ان الرؤية دي عتقط علينا اللزة ويبقى عندنا بقى هدف ونتعب عشان نعمله ونحققه ونحقق الطارجتي يبقى عندي طارجتي في الشغل وطارجتي في البيت مش معقولة ايه التعب ده كل وكتير من الناس فهمين ان الرؤية دي حاجة صعبة واني ما عندناش وقت ولا قدرة على الاحلام احنا تجوزنا واكتشفت ان انا وظيفتي بعد الجواز وظيفتي الراجل بعد الجواز انه هو ما يطلقش امراته مش ان احنا طلبين السعادة لا انا انا في الجواز موجود عشان ما اطلقش امراتي ودي اتعس اتعس رؤية ممكن نحطها للجواز ان هي تبقى عايزة لما تدخل الجواز يبقى وظيفتها ورؤيتها ان هي ما تطلقش وهو ما يخربش البيت احد اهم المحامد اللي الزوجات بتمدحها في زوجها ان هو بيستح لها وبيطلب منها ان يتشاركه في صناعة الرؤية للحياة طول ما شاء الله جوزي ده ما يصغرنيش ابدا قدام اولادي وبياخد رأيي الرؤية هي اللي بتخلي الزوجين يحسوا بحقيقة التوافق والزواج هي اللي بتحسسوا من كل واحد قيمة مضافة للاخر فإيه اللي يحصل فيستأنسوا ويحسوا كل واحد منهم انه مليان بوجود التاني ويغيب الشعور بالغربة بين الزوجين والزوج اوقات يبقى حاسس ان فيه جفاء من زوجته وهو كان محتاج يسأل سؤال واحد بس هي الجفوة دي جات منين الحقيقة ان الجفوة دي جات عشان ما فيش حاجة مشتركة بنعملها مع بعض لان احنا ما عندناش هادف مشترك فياخد حاجته ويمشي في طريق وهي تاخد حاجتها وتمشي في طريق اقصد حاجتها احلام على اوجعها على تعبها والبيت يبقى بعد كده ايه اللي حاصل بيبقى البيت في حالة انشقاق شديد تعالوا نشوف بقى ايه مجالات الرؤية الزوجية اول مجال من مجالات الرؤية الزوجية ان دي ازاي اول حاجة ازاي هندير الحوار بيننا يبقى اول مجال من مجالات الرؤية الزوجية ازاي هندير الحوار بيننا لان الحوار هو الأداء التي يمكن من خلالها أن نصنع الحياة المشتركة تاني الحوار هو الوسيلة التي يمكن أن نصنع بها الحياة المشتركة يعني إيه؟ عايزين ترسموا عتعملوا إيه في الكارير بتاعكم مع بعض عشان يحقق لكم أن أنتم عايزين ترتقوا بحياتكم وكل واحد يستطيع أنه يحقق حلمه في مجاله محتاجين نتحاور إذن الحوار من أهم الأدوات ومن أهم المجالات اللي لازم يكون فيها رؤية مشتركة يعني إيه حوار؟ لازم نتفق مع بعض أن الحوار عندنا مش معناه أنه واحد يعرض رأيه ويخلي التاني مقتنع برأيه وتبقى الحياة تمشي بالثقافة العوراء اللي بعينه واحدة بس لا إحنا عنمشي بعينين ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دائماً في حياته يستشير زوجاته ليه بيستشير زوجاته؟ عشان الحياة تكون مكتملة الحياة عبارة عن إيه؟ ذكر وأنثى يبقى الحياة محتاجة للرأيين معاً في حاجات ما بيعرفاش الرجالة عن الستات الستات هي اللي بتعرفها له وفي مناطق محظورة الراجل بيعرفها من الست يبقى أول حاجة مهمة جداً جداً الكلام عن الحوار المساحة التانية هو الكلام عن اقتصادية المنزل لازم نتكلم بشكل واضح عن نعمل إيه؟ ولازم الحكاية ده الملف ده نكلم فيه بإفصاحه شفافية لازم يبقى فيه شفافية عشان نقدر نشترك مع بعض لأن أي غموط في القضية التي تتعلق باقتصاد المنزل الست دايماً الرجال بيجوا يشتكوا من الستات هي ليه عايزة تعرف مرتبي هي ليه عايزة تعرف كل حاجة عن هي الأساس أنت لو بنيت أساس جيد في مسألة أنتو بينكم رؤية مشتركة وإنت بتحاول تنفذ الجزء الذي عليك في هذه الرؤية مش هتلحقك لأنها لما حسة أن الجانب الاقتصادي ده هي مش مشاركة معك فيه بتحس أن أنت يحصل لها المخاوف اللي بتحصل لها أن أنت لما الفلوس تجري في إيديك هتتجوز تاني أن أنت ممكن تكون بخيل أن أنت ممكن تكون بيدد فلوس لأهلك وبتضيق على بيتك لكن لو في رؤية مشتركة مش هنحتاج لكل التشككات اللي عندنا دي المجال التالت في مسألة الرؤية المشتركة إزاي هندير قدرتنا عشان ننمي أسرتنا أنا بعرف أعمل كذا وأنا بعرف أعمل كذا إزاي هنقدر نعمل ده عشان أسرتنا تتنمى مش لازم بس إزاي هنجيب فلوس لكن إزاي كل واحد فينا هيعلم التاني إزاي كل واحد فينا هيساهم لما أولاده ييجوا هيقوم بإيه اتجاههم كل ده مهم جدا أننا نحن نتكلم فيه حد يقول ممكن نتكلم فيه في فترة خطوبة ده لازم نتكلم فيه في فترة خطوبة أنا شاطر في أن أنا بحب الإراية والعلوم فأنا في الغالب ما تشيريش هم التدريس للأولاد أنا أشير الكوز كبير منه وأنا كمان بحب الاختراع وبحب كذا أن أعمل حاجاتي زي كده كتير الحاجة اللي بعد كده المجال المهم اللي إحنا محتاجين إن إحنا نتكلم عنه كمان في مجال التوافق الزواجي إن إحنا لازم وإحنا بنتكلم على مسألة الرؤية المشتركة نتكلم كمان عن رؤيتنا لمستقبل الأسرة مستقبل الأسرة إحنا عايزين في الخمس سنين الأولى تعمل إيه لأسرة خمس سنين تانية تعمل إيه لما يترسم ده إحنا ما تخافوش ده مش هيبقى سيف مفصلة على رقابتنا بس هيبقى حاجة تعمل لنا حافز حاجة تخلينا مع بعض بنفكر في حاجة واحدة لما الكلام كله يموت نلاقي حاجة تجمعنا وتكون مشتركة ترجمة نانسي قنقر